اشتركوا في القناة 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 اي اي دي نفس الحكي واي قبلية هون حرف ساكن قولنا للواي باي وصارت اي اي دي copy قبلية حرف شمال هون ساكن قولنا للواي باي وضفنا copy شو صارت هاي اللي طبعا هون حرف ساكن هنا حرف ساكن نسيتو نسيتو رصة ما صنواش نص ساعة وخلصين الحصة ريبلاي هون ال ال حرف ساكن مشاني حرف ساكن أي حرف مع عادة حروف العلة ممتازين طيب cry هون الار ساكن فالواي راحت قلنا لها باي وصارت اي اي دي أما إذا كان حرف علة هون حكينه تعال تعالي ما رح تخدعني أنا أورادي مخدوعة يعني فهون إيش منضفلها اي دي هون شو منضفلها اي دي مش رح نحذف الواي لا نحذف الواي ولا بتصير اي اي دي بس منضفلها اي دي عادة زيك أنا هيفعل تمام هون هاي بالله يعني اقرأوا قراءة يعني معلومة هلأ بعملولي سكب بعملولي على الفيديو بتصيروا تقدموا لا أصبروا شوي هلأ هون بحكي لك إذا انتهى عنا الفعل بحرف ساكن قبلي حرف علة قبلي حرف هون شو ما له علة بضاعف الحرف الأخير يعني stop تصير stopped travel تصير traveled drop هون برضو ساكن علة فضاعفنا الحرف الأخير بس هاي قرأ وقرأ لا يتأثر الفيرب تو بالفاعل هاي المرة اللي عندها ابنين اللي هم محترم وش محترم ما بتطلع على سلفاتها يا ما بتطلع على قبلها أنا ليش حكيت سلفة؟ مين هي السلفة؟ السلفة سلفتها سلفتها اللي هي أخت جوزها ولا بتكون سلفتها سلفتها اللي هي بتكون مين؟ استنوا حكي لكم بعرفها والله بس سلفتها اللي هي أخت جوزها واللي هي بتكون مرت أخو جوزها؟ مرت أخو جوزها صح؟ هاي هي السلفة صح؟ صح كلامي ليش بتغلطوني؟ طيب فمعناته المهم أنه الفيرب تو لها أنا حالة هي عندها خلصها لابنين واحد محترم واحد مش محترم ما بتطلع على سلفاتها يعني ما بتطلع على قبلها ما بتطلع على الفاعل تمام؟ أوكي؟ أوكي؟ تمام معناته اللي حكينا لهالأ للآن أنه في عنا واحد اسمها ذيرب تو هاي ذيرب تو في الماضي هاي ذيرب تو شو مالها؟ بعبر عنها وبستخدم ذيرب تو في الماضي الـ ذيرب تو إلها شكلين إلها الإبنين واحد محترم واحد مش محترم حكينا عن المحترم المنتظم أنه بس بضيف له E دي بصير ماضي بس انتبهوا أنه إذا انتهى عندنا الفعل already بE بصرح أضيف له إيش؟ D طيب إذا انتا عنا الفعل ب-Y قبلية حرف ساكن راح تصير A-E-D طيب إذا انتا عنا الفعل بساكن قبلية حرف علا بنضاعف الحرف الأخير هل فهمتوا؟ We can do it Yes, we can do it تمام فاصل أعلان هذا تمام هلأ هون بحكيت لك مدام أنت فاهم عن مثل سبيل تعال حول لي هدول الأفعال لverb 2 نش سكتوا؟ يلا حولوا لي هاي الأفعال لverb 2 يلا هل الverb 2 راح يطلع لي على الفاعل؟ مش فاضل ما عندهاش وقت ما عنده يدوبة ربي المش محترم فمعناته هي ما راح تطلع على سلفاتها تمام؟ فأنا هون الverb 2 ما بتأثر ما بتأثر أبدا بالفاعل إذا مفرد أما جمع أما الverb 1 لأ فاضي يا فرب 1 فاضي تطلع هاي بتعطيها ما بتعطيها أشياء مشاكل نفسية الله ما عافينا طيب هلا هون بدأ أضيف أنا إيش؟ شو راح تصير عنا؟ Reduced يعني عليكم Reduced عشان إيش يReduce يقل راح ناخدها إن شاء الله Protect ايش بتصير؟ Protected شفتوا فعل محترم Add شو بتصير؟ Added Study راح تحكي لي ما استني استني هون رايحة؟ في عنا وي قبلها حرف ساكن بحكي لك ممتاز Leaf وي قمت بحكي لك بحكم نشوف رقي يلا فداكم we traveled انتبه هون الطالب انهم في عنا هون حرف ساكن قبل يحرف علة فبضاعف الحرف الاخير فبتصير traveled we traveled use اخرها e already فبص وضيف لها hd replay هون ايوا يعاني عليكم باحذف ال y وتصير h i ed cry ايوا رح احذف ال y وتصير i ed arrive اخرها قصن d اخرها قصن e فرح نضيف بس d هذا كان الفعل شو ماله المحتم نجد المش محترم هذا الغير منتظم شو بقول لك الفعل الغير منتظم هو الفعل اللي ما بقبل ايدي عاق هو عاق فمعناته هو هذا ما بقبل ايش ال ed له شكل معين له تصريف وشكل معين يعني مثلا e t هذا فعل عاق ليش لانه اذا حكيت ل e t شو معناها هيا اكر بزبط احكي لك e t i e t لا ما بزبط الا تصريف وشكل معين e t بتصير وانها هيا e t بتصير e t يعني حبيبي هاي الافعال لازم نحفظها حفظ هلا بفرجيكم كيف رح نحفظها بس خليكم معين مثلا speak رح تحكي لي speak هون يا حبيبي يا حبيبي اذا بتحكي لي هيك وانت توجيهي هون خطأ هاد speak فعل غير منتظم write تحكي write it خطأ بعناته انا الا ايه لها تصريف write wrote speak spoke رح نحفظهم ان شاء الله ما تخافوا اه بعرف شو بتبادر لذيهنك هلا سؤال انا بقرأ افكاركم رح تحكي لي mess 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 انا كيف دي اعرف الفعل اذا كان محترم ولا مش محترم اي اشي طرعوا لي عدو سيه صفحة تسعة يا 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 تسعة تسعة او احنا هاي نوصلنا اه بحكي لك صفحة عشرة سري اه اي فعل برا هدول هاي نك اسميتلكم اياها رح تكون في حصة لحال ان شاء الله رح نحكي عنهم اي فعل برا هدول برا هدول المجموعات رح يكون فعل شو ماره محترم اما المش محترمين حطينهم في جهة لحال المش محترمين حطينهم في صفحات لحال فاللي بدأ اوصل لك اياه اي فعل ما بنحفظه بالتصريف بيكون فعل شو ماره محترم شو اين محترم يعني بس بتضيف له ايدي بصير ماضي يجب على الطالب حفظ هاي الافعال كتابة وان يعرف معناهم حتى يكون مخزون معاني جيد رح احكي لكم من هاد التفاصيل بعدين الحصة الجاية رح يكون كل موضوعنا عن الابن العاقل مش محترم عشان اعطيكم العبرة من كلامي وتكونوا ان شاء الله استفدتم هذا الدرس تمام زي ما حكيت لكم الحصة قصيرة بس انا بدي امشي معاكم هك خطوة صغيرة خطوة صغيرة خطوة صغيرة عشان نكمل مادة التأسيس ان شاء الله مشوفكم الحصة الجاية نحكي عن الابن العاق والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة